بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مزكري عبدالعلي MVP Microsoft ونواصل في دورة VUGS3 الدرس السابع عشر سنتكلم على Routing Parameters وهي كيف نرسل برامترات على URL واسترجاع هذه البرامترات بالكود متى نحتاج هذه الفكرة مثلا نعطيكم هذا المثال البسيط سنرسم لنفرض أن عندي في الصفحة الأصلية أو الصفحة الرئيسية يكون عندي لنفرض أن عندي يحتوي على مجموعة من البيانات لنفرض أنها نفرض أنها هذه القائمة اليوزر رقم واحد اليوزر رقم اثنين واليوزر رقم ثلاثة هذه القائمة موجودة في الصفحة الأصلي الأساسية يعني للتطبيق بعد ذلك نريد عند الضغط أو تحديد يوزر معين هنا عندما نعينه نريد إرساله أو عرض الداتا في صفحة أخرى أو عرض يعني معلومات لهذا اليوزر لنفرض أنها نايم فرس نايم معلومة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخرين كل هذه المعلومات تخص السطر المحدد في الصفحة رقم واحد هذه صفحة رقم واحد وهذه صفحة رقم اثنين إذن لأرض يعني صفحة تعطيه كالدتاي هناك طرق أخرى يعني هناك أننا نمرر البروبس يعني أو تخاطمة بين مكونات أو نستطيع أيضا تمرير هذا المكون ككل لأننا عملنا API لاسترجاع كل هذه البيانات يعني عملنا API لاسترجاع الداتا فلماذا نكرر يعني والوصول إلى API مرة واحدة أخرى إذن نأتي بالداتا مرة واحدة من API وبعد ذلك تصبح عندي مكونات في الذاكرة نستطيع تمريرها ما بين المكونات وهنا سنتعلم درس قادم إن شاء الله كيف نمرر البيانات ما بين المكونات تعلمنا فقط حاليا البروبس والإميت إذن نستطيع إذن تمريرها بشكل بروبس يعني بالطريقة العادية أننا نمرر هذا المكون الذي حدد من الإبن إلى الأب هنا وبعد ذلك من الأب إلى الإبن الثاني هنا إميت يعني من الإبن إلى الأب إميت وهنا بروبس ونرسل البيانات ونعرضها لكن ما الغرض من عرض هذه البيانات إذا كانت موجودة أصلا هنا فهي موجودة لذلك لا نكرر الأمور لماذا؟ لأن غالبا ما نجد في الجريد هنا معلومات صغيرة فقط يعني معلومة رقم واحد الإسم اللقب السن مثلاً أما هنا فأريد يعرض معلومات إضافية غير موجودة في الجريد طبعاً إذا تقول لي أوكي سأخفيها في الجريد لكن هي موجودة أوكي لكن الاستعلام أو الأب إياي سيستغرق وقت إلى جلب كل هذه البيانات وكل هذه الحقول التي تحتاجها تخيل يعني عندي حقول كثيرة فالأب إياي سيستغرق وقت إذا كان الأب إياي لا يستغرق وقت يعني استعمل هذه الطريقة ما في مشكلة أوكي أما إذا كان الأب إياي يستغرق وقت يعني لشحن هذه القائمة من اليوزر التي يحتوي على المجموعة البيانات الكبيرة فمن الأفضل أن تعمل طلبين للأب إياي يعني طلب لعرض الداتا بأوبجكت أو مودل صغير يحتوي على ثلاث حقول هنا وبعد ذلك عندما تضغط على السطر المحدد تأتي بالداتا التي تحتوي على عشرين حقل مثلا هنا أوكي فلإرسال عند الضغط على هذا الزر مثلا نعمل الـ Redirection ونرسل الـ ID لليوزر لأننا سنعيد هنا select all users التي يعني تعمل select all select all from tab users مثلا وهنا select user by ID يعني سأمرر له user ID فيعطيني الـ ID وأرسمه هنا إذن لنتمرير اليوزر لابد أن نطلب صفحة user page مثلا بعد ذلك الـ ID رقم 2 أوكي إذن نكتب بالطريقة الجديدة يعني user page مثلا ثم نمرر الـ ID هنا مباشرة الطريقة القديمة كنا نعمل user page وعلامة استفهام ثم ID يساوي إلى عشرين هذه تسمى بالـ Query String يعني تمرير البيانات عن طريق Query String وهذه تمرير البيانات عن طريق Parameters إذن هذه كنا نسعملها في الـ SP classic والـ SP server side والPHP والجابا تكون في server side أما هذه نسعملها في REST API والآن في single page يعني هذه طريقة جديدة وهذه طريقة قديمة فقط هذا يعني حسب ما أظن يعني أوكي إذن سنتعلم الطريقتين هنا مع الفيو إن شاء الله أول مثال نريد عند الضغط زر معين مثلا على مستوى الـ Home سنضيف زر سنضيف زر هنا أو يعني مباشرة مباشرة أوكي نذهب إلى أين هي البرامترات يعني أزرار هنا سنمرر مثلا قيمة أريده أن يفتح عندما أضغط على هذا الـ Link يفتح الـ Product رقم 20 إذن من صفحة الـ Product سيعرض لـ 20 إذن سنسترجع في صفحة الـ Product هنا نحن في صفحة الـ Up يعني الصفحة الأساسية وهي المكون الأساسي هو الـ Up View سنضغط على الـ Link في هذا الـ Link سأرسل من هذا الـ Up View قيمة يعني من الصفحة هذه قيمة 20 لابد أن أسترجعها أين من صفحة الـ Product إذن الطريقة الأولى هو أننا سنتعلم الكويري أولا أننا لا يحتاج تغيير سنعمل فقط ID يساوي إلى 20 نعمل Save ونذهب إلى الـ View هنا ونريد عرض الكويري سنعمل interpolate للكويري مباشرة هنا نعمل Save عن طريق This $Root Query إذن هذه طريقة استرجع هنا سأسترجع الكويري ككل لكن نستطيع أعمل الـ ID هنا سنعمل هكذا أولا إذن نحن في صفحة الـ User عند الضغط على Product تفتح صفحة الـ Product ولاحظ أعطاني ID Object يعني فيه ID يساوي 20 إذا ما أردت الوصول إلى الـ ID مباشرة أعمل هكذا فقط فيعرض لي 20 كما تلاحظون هنا 20 أوكي هذه الطريقة الأولى باستعمال الكويري يعني كما لاحظتم هنا عن طريق أرسلنا parameter ID يساوي إلى 20 وصارنا أرجعنا القيمة 20 نستطيع استرجع يعني String نستطيع أنتم أحرار يعني لكن Object لا هنا لأن هذا عبارة عن URL فلا نمرر الـ Object نمرر فقط متغيرات يعني بهذا الشكل يعني Int أو ممكن String أو ممكن Array في شكل String لكن بSeparation يعني أوكي الآن الطريقة الثانية التي تستعمل في RS API وتستعمل في Single Page أنا نمرر مباشرة 20 هكذا slash 20 لكن هذه الطريقة تتطلب مننا أن نذهب إلى الـ Root ونقول له احذر أن الـ Product عند الوصول إلى صفحة products لابد أن عندي براماتر اسمه ID أوكي فنكتب نقطتين ID هكذا يعني مباشرة عندما نفتح الصفحة يعمل لها ماتشين لـ URL فنذهب إلى هنا لكن هنا لا نستطيع استرجاعه عن طريق الكويري بل نستطيع استرجاعه عن طريق Param ونكتب نكتب Params أولا لاحظ لاحظ نرجع إلى هنا نعمل refresh عند الضغط على 20 وهنا ID يساوي إلى 20 إذن كما لاحظتم أننا نستطيع أيضا أعمل بهذا الشكل ونعمل refresh ولاحظ أنه استرجاع 20 هنا هذا هذا بما يخص يعني نوعين من البرامترات أو الكويري وكما قلت أننا نستعمله لتخاطب أو تمرير ID أو name أو شيء من صفحة إلى صفحة أخرى نريد الوصول إليها ليس بالشرط الصفحة للأب بل ممكن أي صفحة نستطيع نعمل لها ريدريكشن يعني لاحظ أنا في صفحة اليوزر ونستطيع يعني عمل زر هنا هذا الزر موجود في صفحة الأب حقيقة لكن نستطيع هذا اليوريل هذا اللينك موجود هنا في صفحة اليوزر والضغط عليه سيعمل نفس الشيء فنستطيع يعني استرجاع البيانات من أي مكان يعني عفوا أوكي الآن نضيف زر يعني نعمل بالأزرار نضيف هذا الزر على مساوى اليوزر صفحة اليوزر مثلا فوق صفحة اليوزر سأضيف زر وأقول له on click go to أريده أن يذهب إلى صفحة معينة يعني التنقل ما بين الصفحات عن طريق ضغط على زر وليس url في التو يعني عملنا url link الذي هو موجود هنا عن طريق روتر link الآن نريد عمل التنقل إلى صفحة وبالبراماتر الخاصة بها لكن عن طريق الضغط على زر فنذهب إلى اليوزر هنا وقال له أطلب go to go to هي ميتود سنضيفها إذن نحن أين نحن في اليوزر إذن سنذهب إلى قائمة الميتودات ونضيف ميتود جديدة اسمها go to طريقة فتح أو redirection مثلها مثل الjavascript يعني document replace هي نفسها لكن عن طريق router router replace ونعطيه اسم الproduct يعني لاحظ أن أنا حولت يعني الproduct قتله ما ما عدت يعني لا نصل إليه هكذا بل لابد أن نرسل له براماتر خمسين خمسمائة أوكي فنذهب إلى هنا نعمل refresh لليوزر هذا اليوزر عند الضغط على هذا الزر لاحظ أنه أرسله خمسمائة وأعطاني إياها خمسمائة هنا أوكي إذن التنقل أيضا بواسطة الكود نستطيع التنقل ما بين الصفحات بواسطة الكود عن طريق router replace واسم الصفحة والبرامترات إذا كانت هناك برامترات أوكي هذا كل شيء يعني في درس هذا اليوم وفي الدرس القادمة إن شاء الله سنتكلم على كيفية التخاطم مع المكونات لأننا يعني دائما يعني مهم جدا التخاطم عن مختلف المكونات هنا تعلمنا كما قلت البرابس من الأب نعيد الرسم من الأب إلى الإبن نرسل البروبس من الإبن إلى الأب نعمل من من أي صفحة إلى صفحة سواء مكون المهم أن تكون صفحة وليس مكون يعني المكونات في شكل صفحة فهذا يعني نستطيع عمله عن طريق الروتر والتمرير البرامترات اللي كي بعد ذلك عندما نصر يصني الأيدي رقم عشرين من الأب هنا جاني إلى أيدي رقم عشرين فأذهب إلى الأبي وأقول له get user by أيدي وأعطيها رقم العشرين فأتحصل على الداتا أوكي هنا استعمل الكمبينيكيشن ما بين هذه الأمور الدرس القادم إن شاء الله ستكون ما بين المكونات يعني عندي مكون هنا ومكون بعيد وأقول له أريدك أن ترسل له بيانات وأنت أريدك أن تستقبل هذه البيانات سنرى ذلك في الدروس القادمة لم يبقى إلا حوالي خمس دروس إن شاء الله ونكمل دورة الـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر